هل في وقت مفضل أو أفضل لصلاة الوتر؟ نعم نعم هذا وقته من بعد العشاء إلى الفجر لكن أفضل وقت لصلاة الوتر آخر الليل آخر الليل لمن تأقن أنه يستيقظ بإذن الله آخر الليل وصلاة الوتر في أول الليل قال بالك من اللي حوله ده صلاة الوتر في أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم لصلاة الوتر آخر الليل باتفاق وصلاة الوتر آخر الليل أفضل باتفاق لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل لصلاة الوتر أدل على ذلك إيه؟ استدلوا بما راه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف بأبي وأمي وقلبي وروحي والله من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله انظروا إلى الرحمة تيسير والتخفيف من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل هل استمعت إلى الرواية أوضح وأرق وأجمل من هذه الرواية أكرر الرواية مرة أخرى قال عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المسداة يخفف على الأمة ويوسر فيقول من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل إن قرآن الفجر كان مشهودة وكذلك صلاة آخر الليل صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الله جل وعلا في رواف صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قد ذكرتها آنفا فقال يا رسول الله كيف أصلي بالليل فقال عليه الصلاة والسلام كما ذكرت صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فإذا خشي أحدكم الصبح يعني أن يدخل عليه وقت صلاة الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أي من شفع من ركعتين 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 كما في حديث ابن عباس ثم أوتر بركعة واحدة عليه الصلاة والسلام أما في رواة عائشة في الصحيحين قالت يا الله يا الله ويتحكي حاله عليه الصلاة والسلام في بيته قالت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وطره إلى السحر الله الله في أي وقت يسر الله لك صلي الوتر في أي وقت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله أوتر في أوله وأوتر في أوسطه أوسط الليل أو وسط الليل أو منتصف الليل وأوتر في آخر الليل لكنه صلى الله عليه وسلم انتهى وطره إلى الصحر فصلاة الصحر وصلاة آخر الليل مشهودة في الوقت الذي يتنزل فيه الملك تنزلا يليق بكماله وجلاله وجماله وعزه وسلطانه بلا تعطيل ولا تكيف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعتقد ذلك وهذا معتقد سلفنا الصالح ونرجو الله جل وعلا أن نلقاه على هذا المعتقد الصافي في هذا الوقت الذي يتنزل فيه الملك انتهى وطر النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الصحر في الثلث الأخير من الليل وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال في الحديث الذي ذكرت أنفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرة وفي رواة أبي داود وابن خزيمة والتحاوي وغيرهم بسنة صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه انتبه النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصديق والفاروق فيقول لأبي بكر رضي الله عنه متى توتر يا أبا بكر انت بتصلي الوتر امتا متى توتر يعني متى تصلي الوتر يا أبا بكر قال اوتر من أول الليل يا رسول الله صديق رضي الله عنه قال اوتر من أول الليل يا رسول الله فالتفت النبي لعمر وقال ومتى توتر يا عمر قال اوتر آخر الليل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اخذ هذا بالحزم وقال لعمر اخذ هذا بالقوة بالحزم ليضمن انه سيصل الوتر ولا يفوته وعمر اخذ بالقوة